وطالما ذكرت هذا الموضوع خليني أقول يعني الجدير بالذكر في الكتاب المقدس أنبياء الله أحبائي تنبأه فالنبي هو الذي يتنبأ ويتكلم وتتم نبوته فإذا لأي شخص بيدعي النبوة ليش الكتاب بيسمي في كتير أنبياء كذبة وحتى لو أجر معجزة ولكن مش بحسب كلمة الله أو التسلسل الكتابي في الكتاب المقدس فيعتبر نبي كذب الأنبياء التي تنبأوا أحبائي تمت نبواتهم مثلا إليا في ملوك الأول صحاح 17 قالت المرأة الإليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق طبعا لأنه أقام ابنها وفعلا تمت النبوة كذلك النبي أليشع الشنمية المرأة الشنمية قالت قد علمت أنه رجل الله مقدس وطبعا أقام أيضا ابن المرأة الشنمية فإذا دايما النبوة مثل رجال الله مثل موسى مثل إليا مثل أليشع دايما دعوتهم مصحوبة بمصداقية أمام الجميع هو الشفاء وفعل المعجزات وإذا لم تتم النبوة على طول هذا الشخص كاذب فمثلا في نبي آخر واحد اسمه ميخا بن يملى تمبأ هذا النبي بموت عائلة أخاب بالتفصيل وبالتطقيق أيضا وطبعا أخاب انتقموا قال حطوه في السجن في الزنزانة حتى أرجع شو كان كلام النبي لأخاب فقال ميخا إن رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي وقال اسمعوا أيها الشعوب أجمعون كل الناس اللي شايفه مثل يهوشفات والجيوش يهوذة مع إسرائيل اللي كانوا على وشك يحاربوا فتمت نبوة ميخا بن يملى هلاء الأنبياء عاشوا حياة مقدسة طاهرة لم يتزوجوا أو يتزاوجوا يعني نساء كثيرات لم يجمعوا الثروة ولا النساء مثل الأنبياء الكذبة الأنبياء الكذبة فعلوا هذا لم يستطيعوا أن يتنبأوا وتنبأوا بنبوات كاذبة جمعوا المال والطمع والخيل والنساء لكن أنبياء الله كان حضور الله فيهم مهابة الله موجودة كانت علامة واضحة في هؤلاء الأنبياء هؤلاء الأنبياء استخدموا سيف الكلمة مش سيف الحرب والسبايا والقتل والجواري ما عاشوا أنبياء لتتميم رغباتهم بل بالعكس كانوا يعيشون حياة الاكتفاء والتقشف فكانوا مثال صالح فعلا للنبوات ترجمة نانسي قنقر